موسيقى طبعا دكتور كامال درويش اضافة وقيمة نقدر نستفد منها حقيقة نقدر لما نعود معها في محاضرة أو كده ده بيوفر علينا مشوار طويل جدا من الخبرات اللي هو اكتسبها بيقدر بيفيدنا بيها يوفر علينا مجهود كتير جدا باضافة المعلومات زي المشاكل اللي هو وجهته احنا بنقدر اول ما بنشوفها بنقدر نفتكر الافكار والحاجات اللي هو الهالنا والحلول ده طبعا بتساعتنا كتير جدا في المجال بتاعنا كنت أنا بحث دكتوراه في المعلومات اللي بحتاجها وفي المجال العلمي بتاعي في الاندي أستاذنا الأستاذ الدكتور كامال درويش قيمة علمية على الصعيدين الصعيد الرياضة العربية والرياضة المصرية دكتور كامال درويش قيمة علمية هو مؤسس لعلوم كتير من العلوم الرياضية سواء كان في مجال الإدارة الرياضية أو في مجال التسويق وشفنا استخدامه للعلوم دي في إدارته النادي الزمالك لأنه كانت من أنزه عصول النادي الزمالك هو عصر إدارة الأستاذ الدكتور كمال درويش لأن الدكتور كمال درويش ربط العلم الأكاديمي بالإدارة الفعلية لإدارة الأندية طبعا الدكتور كمال شهادتنا فيه مجروحة لأنه هو أستاذنا وأستاذ الأساذة في كل التربية الرضية مش هنا بس في القائرة بس لا على مصط尾 الوطن العربي على مصط尾 الدول كلها معروف بعلمه بمساعدته للطلابه يعني كان موشف طبعاً كان لها الشرف اللي هو كان موشف عليه في الماجستير والدكتوراه طبعاً تعلمنا منه والخبرات اللي احنا اخدناها منه بننقلها للطالبة والباحثين اللي موجودين لان طبعاً الدكتور كمال سواء هو جامع ما بين المجال الأكاديمي فكل التربية رضيع كان عميده كلية كان رئيس اللجنة العلمية في ترقية الأسادزة والأسادزة المساعدين كان مسؤول عن التربية الرضيع في مجال الوطن العرب كله طبعاً الكلام ده كله تعلمناه منه غير المجال الأهلي الدكتور كمال كاريس نادي الزمالك وشفنا في فتراته كإنجازات وطبعاً التعاون اللي كان ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك كان حتى التعاون محترم وكانت القيمة محترمة ما كانش فيه كان انتقل اللعيبة سواء كان مشاكل حتى المشاكل اللي كانت موجودة كانت بتحل بسهولة ما كناش منشوف التعاصب اللي موجود ده دكتور كمال درويش هو قبل لنا كلنا وسند لنا لو فيه اي حاجة من قبل من قدم كله احنا في اختبارات كنا نروح له على طول عن مكتب كان لازم يساعدنا حتى لما وصلت هنا وهو في الماجستير هو يعني بطلب منه اي مساعدة اي مشهورة علمية هو لازم يساعدنا مشانا الوحدي ده كل الطلبة وكل الطلبة هانا تشاهد به حتى من اصغر طالب للدكاترة نفسها لسازة الدكاترة وبسم الله ما شاء الله عليه كيمة علمية وكان عامده كلية سنة تاريخ التسعين وربنا خليلينا يعني